السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الحبيبات طالبات الصف الثالث أرحبكم معي مجددا في استكمال دروس مادة العلوم ودرسنا لليوم هو من دروس الوحلة السادسة التصنيف درس اليوم بعنوان أي كائن حي هو الجزء الأول نتذكر كما تعودنا في البداية رؤية مدرستنا وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة ولدينا قيمة لهذا الأسبوع ذكرناها من قبل هي عن الولاء والانتماء إن الولاء والانتماء يجب أن يكون لأوطاننا فكلنا الوطن ووطننا الحبيب قطر يستحق منا أن نوليه كافة الولاء والانتماء أتوقع منك في نهاية الدرس حبيبة الطالبة أن تتعرف على مفتاح التصنيف بطريقة صحيحة وأن تعدي مفتاحا لتصنيف حيوانات مختلفة بدقة كما يمكنك في النهاية أن تستخدم مفتاح التصنيف لتحديد صفوف الحيوانات بشكل صحيح فهيبدأي معي لقد تعلمتي في السابق أن لدينا أنواع من الكائنات الحية حيوانات ونباتات وأن للحيوانات خصائص تميزها كما أنه أيضا للنباتات خصائص تميزها حتى وإن كان الحيوانات أو النباتات من نفس النوع فإن لكل كائن حي خصائص خصا به وهناك أوقه شبه واختلاف بين الكائنات الحية حتى وإن كانت من نفس النوع نبدأ معا الهدف الأول في البداية سوف نقوم معا بحل نشاط واحد صفحة 255 من الكتاب المدرسي افتحي معي الصفحة أمامك بعض الصور تأمل الصور ثم لاحظي وتوقعي اسم الكائن الحي والصف الذي ينتمي إليه استعيني بصندوق المفردات والذي يشمل على آكل النمل ونباتات آكلة الحشرات وسمكة السلمون والجلاغو في البداية عزيزة الطالبة إن الكائن الذي نقصده بعد رؤية الشريط المصور هو السمك واسم السمكة الخاصة هنا هي سمكة السلمون والآن لنتعرف على بعض المعلومات الخاصة عن سمك السلمون لنجيب على هذه الأسئلة هل هذا حيوان أم نبات نعم إنها حيوان وهل يغطي جسمها الفر لا هل يغطي جسمها الشعر أيضا لا أحسنت هل تغطيها القشور بالفعل إنها مغطاة بالكشور أي من هذه الخصائص لديها أي لدى سمك السلمون هل لديها أجنحة أم زعانف أم خرطوم أم كرون نعم إنها تمتلك الزعانف أحسنتن حبيباتي هل تعيش هذه السمكة على اليابسة أم في الماء بالفعل إنها تعيش في الماء هل لها أظهار لا فهي ليست بنبات أيضا هل لها أشواك بالفعل لا لأنها ليست بنبات هل حجمها كبير أم صغير نعم إنها صغيرة الحجم والآن أجيبيني عن هذا السؤال أي من الكائنات الحية التي لاحظناها في الصورة السابقة تتنفس بالخياشيم نعم إنها السمكة وأي من الكائنات الحية تتكافر بالولادة كما لحظتي في الصورة السابقة نعم إنها الجوجو من النشاط الساقب السابق لقد تعلمنا أنه يمكننا استكشاف الكائن الحي عن طريق طرح بعض الأسئلة عن خصائص هذا الكائن وإجابتها بالملاحظات التي نراحزها على هذا الكائن افتحي معي صفحة 270 طلب إلى عالم أحياء أن يحدد كائنا حيا غير معروف اقترحي سؤالين يمكن لهذا العالم أن يطرحهما ليساعداه على تحديد الكائن الحي بالفعل يمكنه أن يضع سؤالا هل هذا الكائن نبات أم حيوان ومنه يمكنه تحديد نوع الكائن وأيضا يمكنه أن يطرح سؤالا هل هذا الكائن من الفقاريات أم لا ثم يمكنه الإجابة على هذا السؤال حتى يستطيع تحديد خصائص الكائن أنهينا معنا الهدف وصلوا إلى الهدف الثاني وفيه قومي بفتح النشاط صفحة 256 نشاط رقم اثنان لاحظي عزيزة الطالبة مفتاح التصنيف إلى الكائنات الحية أمامك كلا الطائران من الفقاريات وإذا أردنا أن نسأل سؤالا آخر فلنسأل هل لديهما فر ثم لنصنف ليس لها فر أو لها فر لها فر تعني أنها من الثديات ليس لها فر يمكنها أن تمتلك بدل الفرو ريش أو ليس لها ريش إذا أخذنا من لها ريش فإننا سنصنفها من الطيور وهناك نوعان من الطيور يمكننا تصنيفهما نوع يتغزى على اللحوم وآخر يتغزى على النباتات إن الشهين هو الطائر الذي يتغزى على اللحوم أما الهوتزن فهو الطائر الذي يتغزى على النباتات لاحظي السورتين الحصان والدب القطبي إذا أردنا أن نقوم بعمل مفتاح تصنيف لهذه الكائنات الحية في الحصان والدب القطبي فكيف يمكننا عمل مفتاح تصنيف لنسأل أنفسنا في البداية الأسئلة التي يمكنها مساعدتنا على عمل مفتاح تصنيف ما الذي يغطي جسم الدب القطبي وما الذي يغطي جسم الحصان في عمل مفتاح لتصنيف هذه الكائنات الحية إن كلاهما من الفقاريات ولكن سنقوم بتصنيف الفقاريات إلى فقاريات لهاريش وليست لهاريش ثم سنقوم بتصنيف الذي ليس لهاريش إلى فقاريات طبيد وأخرى تلد ثم سنقسم التي تلد إلى ثديات ومن الثديات من له شعر ومن ليس له شعر أي له فر سنضع الحصان تحت الثديات التي تمتلك الشعر ثم سنضع الدب القطبي تحت السديات التي لها فر وبهذا نقوم قد قمنا بعمل مفتاح تصنيف للتمييز بين الحصان والدب القطبي والآن لنقوم بتعريف المقصود بمفتاح التصنيف إنه سلسلة من الأصاف مرتبة في أزواك ويمكنها مساعدتنا على تحديد الكائنات الحية وتصنيفها فعن طريقها يمكننا تصنيف الكائنات إلى مجموعات مختلفة مثلا نصنف الكائنات الحية إلى فقاريات أو لا فقاريات ثم نحدد الذي ينتمي للفقاريات أو الذي ينتمي إلى اللافقاريات ويمكننا أيضا تصنيفها على حسب وجود الفراء أو على حسب وجود الشعر أو على حسب وجود الريش أو على حسب نوع الغزاء وغيرها من مفاتيح التصنيف لدينا مجموعة من الحيوانات كالضب والزرافة والضفضع والسمكة والببغاء هل يمكننا إعداد مفتاح تصنيف لكل طنف من الحيوانات السابقة وفق خصائصها نعم افتحي معي الكتاب المدرسي صفحة ماء ثاني وثمانية وخمسون حتى نقوم بعمل مفتاح لتصنيف تلك الحيوانات سوف نقوم بتقسيم الفقاريات إلى فقاريات ليس لها شعر أو لها شعر أما التي لها شعر فهي من السديات مثل الزرافة والتي لا تمتلك الشعر يمكنها أن تمتلك ريش أو ليس لها ريش التي لها ريش هي الطيور ومنها الببغاء أم التي ليس لها ريش فهي إما أن يكون جلدها جاف ونعني بها الزواحف كالضب أو جلدها رطب ونعني بها التي ليس لها كشور أو التي لها كشور ليس لها كشور كالبرمائيات ومنها الضفضع التي لها كشور كالأسماك ومنها السمك الموضحة أمامنا في الصورة السابقة لقد تعلمنا أنه يمكننا عمل مفتاح تصنيف عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة وتحديد إجابات لهذه الأسئلة وبهذا يمكننا عمل مفتاح تصنيف ولقد تعلمنا أيضا أن الفقاريات هي كائنات حية لها عمود فقري وتنقسم إلى خمس من الصفوف يمكننا استخدامها لإعداد مفتاح تصنيف في دفترك أجيبيني على هذا السؤال قومي بتدوين السؤال في الدفتر أمامك ثلاث صور للتمساح وسمكة القرش والسمندل سنقوم بتصنيفهما إن التمساح هو من الزواحف أما سمكة القرش فهي تصنف من الصف الأسماك في حين أن السمندل هو من صف البرمائيات سمي خاصية يمكننا استخدامها لتصنيف هذا الكائن الحي على أنه طائر ما هي الخاصية التي يمكننا استخدامها؟ نعم وجود الريش والأجنحة والمنقار والآن أجيبي على السؤال باء سمي خاصيتين يمكننا استخدامهما لتمييز نوع هذا الطائر من أنواع التيور الأخرى نعم له لون ريش مميز وملون كما أن شكل المنقار الخاص به وكذلك يمكننا تصنيفه على أساس شكل القدمين وطول الزيت وصلنا إلى ختام درس اليوم أترككم في حفظ الله ورعايته وفق قلنا الله وفق قلنا الله ورعايته